الحاجة اللي تستحق ترند هي انه تتكلم مع عالم يعني حديث مع عالم حديث مع مفكر مهم حديث مع حكيم دي الحاجات اللي تطلع ترند بجد لانه هنا لو الناس قدرت العلماء وأبحاثهم اعرف ان البلاد اللي فيها ناس زي كده بالطير في السماء ضفنا العزيز هو دكتور أحمد العليمي العالم المصري والباحث بالمركز القومي للبحوث منورنا اهلا سلام عليكم ازاي الصح الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله بقى احنا قرينا انه دكتور أحمد العليمي عمل مجموعة من الابحاث ادت الى طفرة في مجال انتاج الاعلاف انه عمل يعني مش عادي بقى من نسميها تركيباء يعني ابحاث ما تؤدي الى انتاج اعلاف بمكونات محلية خالصة وفي نفس الوقت تحتفظ بقيم غزائية عالية جدا وفي نفس الوقت يبقى سعرها اهدى كتير من الحاجات التانية لا اشرح لي لان انا مشانا العالم بقى بالضبط احنا انا واخد شوية اتجاه التغذية الحديثة في علوم الحيوان وخليني اوضح لحضراتكم للسادة مشاهديني ايه الفرق ما بين التغذية والتغذية الحديثة يمكن احنا خلال المئة سنة اللي فاتوا كل الناس اللي اشتغلت في التغذية كانت بتهتم ان هي ازاي توفر العناصر الغذائية للحيوان اخصونا نتكلم عن الحيوان الزراعي الحيوانات المنتجة لللحوم والقلبان والبيض والانتاج كله ازاي توفر الله العناصر الغذائية بقى اعلى جودة وبقى اقل تكلفة وبقى احسن صورة بحيث ان الحيوان نفسه يستفيد منها وقدر ان هو يطلعها في صورة الانتاج اللي احنا عايزيني والانتاج ده محتاج ان هو يكون بجودة متميزة ومحتاج ان هو يكون اكبر كمية في اقل وقت وكان العلم يقفل حد كده ان انا عاوز اوصل للمرحلة دي لكن في الحقيقة ابتدى للاتجاه يمكن من 10-15 سنة يضيف نقطة صويرة كمان مع الحفاظ على صحة الحيوان وهي دي للتغذية الحديثة ان انا محتاج ان احافظ على الحيوان لان الحيوان ده اعتبر رسمالي هم نتكلم على حيوانات مزرعية مش بس عشان الانتاج لكن خلينا نقول الحيوان ده برضو بيطلع لي فضلات باستخدمها كسيمات للارض الزراعية وبالتالي بغز الارض الزراعية علشان اقدرنا اخد الانتاج منها واستفيد به خلينا نقول كمان انه هو في بعض الاماكن او في بعض المجتمعات بيعتبر مغزن للصروة يعني احنا مثلا اهلين الفلاحين يقول انا هبيع البقر دي علشان اجوز ابن فهو بيعتبرها بالنسبة الوراس ما يلبش بس انتاجه مو تكون اصلا ما بتجيبش انتاج لكن هو عاوز يوصلها ان هو يقدر ياخد راس المال ده وبالتالي ابتدت ان انا استخدم التقدم العالي جدا في التحاليل المعملية والصورة الهيلة في علوم الكمبيوتر او في علوم البيانفروماتيكس او المعلوماتي الحيوية ان احنا نفهم ايه بقى اللي بيحصل جوه الحيوان ازاي الاكل اللي انا بأكله الحيوان ده بيخرج في صورة انتاج وبتدت ان انا اشتغل على التحسين التغذية او ان انا اضيف مجموعة من الاضافات عشان الحيوان يقدر يستفيد بالاكل اللي انا بأكلهولو خلينا اقول لحضراتك والاستاذ المشاهدين ان اي مشروع انتاج حيواني بنتكلم يعني زمان لما كانوا علمونا في كلية الزراعة في البكاريوس بيقولوا التكلفة بتكون من 60 ل 70% من اجمال الانتاج تغذية بس دلوقتي احنا بنتكلم على تكلفة تغذية المشروع بتوصل ل85% مع زيادة الاعلاف والمشاكل الاقتصادية العالمية اللي احنا بنتكلم عليه فاي توفير في تكلفة العلف او ان انا احسن من جودة العلف او كفاءة استخدام الحيوان للعلف يعني انا عاوز الحيوان ده يستكذم العلف باقصى صورة ممكنة بحيث يبقى الهادر منه في الفضلات اقل ما يمكن والحيوان ده يقدر يحافظ على حياته يقدر يحافظ على صحته يقدر يحافظ على منعته علشان يديني الانتاج طبعا ده كلام مهم جدا لاننا لما الحيوان يكون منعته كويسة معنى كده ان الامراض هتقل معنى كده ان انا فأدي لعدد الرؤوس هيقل طبعا معنى كده ان تكلفة العلاج نفسها بالنسبة لها تقل وده خسار فانا بحافظ على التكلفة فانا بحافظ على السر وفعلا بالزبط معنى كده كمان ان الهادر من الانتاج هيقل لما الحيوان بيتعب انا مضدره مضد حيو وممكن لو حامس منتج للبن ابقار منتجة الالبان انا مفروض ان انا ارمي اللبن ده لان هو ما يصلحش الاستهلاك الادم صحيح فانا كمان بخسر في الانتاج وبالتالي نتيجة الدرسات اللي اتعملت ما بين مصر وما بين المانيا وما بين امريكا قادرنا ان احنا نوصل لمجموعة من التحسينات على جودة العلاف نفسه وتقدر تحسن الموضوع ده وخلي اقول لحضرائك ان لقينا الاكتشافات دي كمان بتصبف مصلحة الانسان مش بس كانتاج لكن كمان هنستخدم الحيوان ده كمدل للانسان يعني فيه تجارب انا مقدرش اعملها الانسان محتاج استخدم حيوان عشان اعمل الموضوع ده فعلى سبيل المثال من اضعف الفطارات في مراحل الحيوانية مرحلة الحمل والولادة ممكن حتى في الانسان وبالتالي بتادينا نشتغل الحيوان ده او البقر دي بيكون تحت استرس او ضغط رهيب جدا تغيرات هرمونية بتحصل عملية الولادة وانتاج اللبن وانتاج السرسوب عملية مكسفة جدا ومهيدة جدا المناعة بتنزل لاقل مراحلها تسعين في المية من الامراض اللي بتيجي البقر بتيجي بعد الولادة في خلال شهر فلو انا قدرت اخلي البقر دي او الام دي تاخد اقصى كمية من الانتاج في فترة قبل الولادة احنا نتكلم واحد وعشرين يوم مستقبل الولادة صحيح مفيش انتاج لبن لان الانتاج بيحصل بعد الولادة لكن دي الفترة اللي انا بأسس فيها الحيوان دي التأسيس بتاع المبنى اللي هطلع بعد كده الادوار الكتير اللي انا مستنية منه فعلى سبيل المثال لان اضافة اضافة بسيطة جدا من حاجة اسمها المسيونين المسيونين ده عبارة عن حمض اميني ده واحد من المكونات الاساسية للبروتين المسيونين ده الجسم الحيوان ما بيقدرش يصنعه وبالتالي لازم لازم اننا قديه الحيوان من مصدر خارج بالتالي عملنا مجموعة من الدرسات عشان نشوف ايه انسب جرعة للمسيونين اللي احنا نقدر نديها للام الحامل دي اخر واحد وعشرين يوم بس قبل الولادة ودي فترة النمو المكسف للجنين فانا هنا مش بس بغزي البقرة انا بغزي الجنين اللي هي الجديد بالضبط انا بغزي الجنين اللي هو يعتبر بالنسبة لي مستقبل المزرعة او مستقبل المكان فانا عندي الام اللي هتنتج للبن المستقبل القريب وعندي كمان المستقبل السروة الحالية والاستثمار القادم بالضبط بالضبط ودي معنى الاستدامة ان انا عايز احافظ على الانتاج اقصى مدة ممكنة بقى على جود وبالتالي لان اضافة صغيرة جدا من المسيونين بتامل حاجات رهيبة جدا فعلى سبيل المثال في الام لانها بتقدر تزود انتاج اللبن للام تلاتة كيلو زيادة في اليوم انا بنتكلم على سعر اللبن النهاردة في الاسواق بالضبط فمتتكلم على تقريبا ان الرأس الواحدة بتجيبلي 30 جنيه زيادة بتكلفة بسيطة جدا انا بقدر اعملها لكن كمان ابتدى ندور على المناعة لان المسيونين ده من العناص الاساسية اللي بتغزي الخلايا المناعية ولو انا قدرت احافظ على عدد خلايا المناعية كبير والكفاءة بتاعتها عالية هتقدر البقرة تقاوم الامراض وبالتالي الامراض اللي كنا بنتكلم عليها التسعين في المية من الامراض اللي بتحصل للبقر بتدت انها هتقل جدا المسيونين كمان بيدخل في مضادات اكسادة مضادات اكسادة ببساطة الكبد ده ده المايستر بتاعت تمثيل الغذائية ده المايستر اللي بيخلي الجسم يستفيد من كل العناصر الغذائية اللي انا بقولها اهم غدة موجودة في الجسم واكبرها بالضبط اهم عضو وبالتالي نتيجة التغيرات الهرمونية والتغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للكبد ده الكبد ده بيبتدي يتحمل بكمية كبيرة من الدهون وبالتالي كفاءته بتبتدي المساهمته في المناعة بتبتدي المساهمته في الاستفادة من العناصر الغذائية بتبتدي تقلو بالتالي لان المسيونين ده بيدخل كمضاد اكسادة بينظف الكبد ده بعد الولادة وبالتالي الكبد يفضل مستمر في الكفاءة بتاعته من الحاجات كمان من الاكتشافات وعلى اساسها ربنا اكرمني وحصلت على جائزة الجماعية الامريكية العلوم الحيوان جائزة التمايز العلمي ملك الزراع لسنة 2020 نحن لانا مش بس التغذية بتأثر على الام لكن كمان بتأثر على الناس وانحن الناس لانا مدنهوش اي اضافة يعني احنا من اكله عادي من غير اضافة المساهمين وبالتالي كل التأثير اللي جاي عليه جاي من الام وبالتالي ان المساهمين ده بيقدر ان هو يزود العناصر الغذائية اللي وصلة للجنين عن طريق ان هو بيغير في الجينات اللي موجودة في المشيما يعني ده بيؤدي الى تحسين صفات الجنين بزبط بيحسن صفات عن طريق الاكل بزبط لسه ما عملتش ولا تهجين ولا حاجة ولا اي حاجة خالص ولا اي حاجة خالص هننتكلم على متوسط وزن جنين او وزن عجل خلينا نقولها بالطريقة البلدية شوية 3 كيلو جرام زيادة في الوزن من غير عسر ولاد ودي دي 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 رقم رقم معقول يعني رقم ممكن يقول يعدل ال 15 في المية او ال 10 في المية من الوزن الاصلي للجنين فايدة ده ايه فايدة ده ان انا باخد جنين بصحة او مولود بصحة احسن الوزن بتاعه عالي وبالتالي انا اقدر افطمه على عمر صغير لان احنا بنفطم على وزن فكل ما الوزن ده ادارت ان انا اوصل فيه بسرعة في وقت اقل فبالتالي وفرت في التغذية وفرت في العمالة العجل او الجنين اللي مولود ده هيبقى بقرة في وقت اقصر وبالتالي هيدخل الانتاج بدري وبالتالي اقدر اخد منه محصول لبن اكتر بكتير من الحالة الطبيعية انا بزود وزن بشكل مثالي يعني بقى الوزن عضلات او لحمة بالزبط بالزبط وده اللي انا محتاجه وغير كده كمان تقدر تعدي من المشيمة من الام تتنقل للجنين وتدخل جوه الامعاء بتاعته الجنين ده لحد ما يتفطن ده بيعتمد على الامعاء علشان تخدم اللبن وتخدم العناصر الغذائية اللي انا بديه له وبالتالي كل ما حسنت عدد المايكروبات النفعة كل ما حسنت كفاءة المايكروبات النفعة دي هخلي المايكروبات الضرر اللي انا مش عايزها ما تلاقيش مكان ان هي تدخل جوه القناة الهضمية للمولود ده وبالتالي ما تقدرش ان هي تتقاس بالضبط ولقينا كمان ان المولود ده او العجلة ده بيقدر يستفيد اكتر من الاكل كمية الاكل اللي هو بيأكل وبالتالي يقدر كمان غير ان هو وزنه كان زيادة اصلا مع الميلاد يقدر يوصل لمعدلات تحويل او معدلات نمو اعلى بكتير من قرناءه اللي ما يخدوش من الام ومع الكبت سليم فتمثيله الغذائي اعلى تخزين الدهون اقل صحته افضل عمره اطول او متوسط العمر يزيد بالضبط كل احنا نتكلم كل دي بتترجم في كيان اقتصادي زي المزارع الفلوس فكل ما نوفر في كل مراحل للضعف دي هقدر ان انا اخد ربحية اكتر فدي كانت واحدة من الاتجاهات الحديثة اللي احنا اشتغلنا عليها من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها كمان احنا نتكلم في الاول نتكلمنا علي جودة الاكل طب هل في طريقة ان انا قلل كمية الاكل وحافظ على الانتاج الاكل ده رقم احنا قلنا 85% من التكلفة طب هل في طريقة ان انا لو انا قدرت توصله ل50% اقل وحافظ على الانتاج ما همهزش الانتاج معنا كده ان انا قللت تكلف العملية الانتجية كلها 50% كتال حقيقة ابتداءنا نلاحظ تكلفة تبقى بدل 85% تبقى 42 ونص 45% بالزبط 55% بالزبط ودي بطريقة طبيعية جدا احنا ممكن احنا بنلاحظها في بيوتنا لو انا عندي طفلين او ولدين وبياكلوا نفس الاكل بنفس الكمية ممكن الاقي واحد وزنه بتادي يزيد ووزنه بتادي يبقى كويس والتاني لا والتغذية ما فرقتش معاك دي احنا نلاحظ الحاجات دي على الحيوانات احنا نلاحظ بكل بقرة بتاكل قد ايه في اليوم ونشوف انتاجها بيبقى عاملة ازاي على مدة معينة وابتدأ اكتشفنا ان في ابقار بطريقة طبيعية خالص بتقدرنا هي تقلل الاكل بتاعها من 40 ل 50% وده رقم معقول وتحافظ على نفس انتاج بالعكس ده كمان بتزود في الانتاج ككمية وكجودة ودي الحقيقة عملت صورة لان معنى كده ان انا اقدر اقلل كتير من تكاليف التغذية واخد حيوان بصحة افضل وابتدت العملية دي تدخل في العملية التحسين بقى اللي احنا حضر كنت بتتكلم عليها ان انا ازاي ان انا اختار الحيوانات دي من عمر زيرو من اول ما تتولد فكنا دي حاجة رئيس الجمهورية بنفسه مهتم بيها يعني احنا شفنا الرئيس وبتكلم في ده في مدينة السادات والمركز اللي اتعمل هناك دي كانت ابحاث الماجستير ولا الدكتوراه دي دي كانت ابحاث الدكتوراه اللي معمولة في الوقت المتحدة واللسه بتتكمن يعني احنا لسه لسه مستمرين فيها وانا عوز اقوله حقيقي ان الابحاث دي يعني امكان انا شوية بتكلم على حيوانات انتاج الالبان لكن كمان لقينا الكلام ده نفسه في حيوانات التسمين لقينا الكلام ده نفسه في مراحل الضعف اللي بيمر بها الحيوان زي الحامل والولادة فالصفات دي ما بتتقصرش بالضغوط اللي بتعرض بها الحيوان لقينا والاول مرة كنا ننشر الدراسة على الكلام ده هل اقدر اميز الحيوان من اليوم واحد من اول ما يتولد اقول ان الحيوان ده هيكون كويس لما يدي انتاج لبان بعد سنتين او هيكون كويس لما يتسمن ويبقى كويس بعد سنتين لان ان فيه علامات موجودة في الجسم او تحاليل معينة اقدر ان انا عاملها تقول لي الحيوان ده هيبقى مميز فمسلا انا سمين مثلا ان فيه انواع معينة من الميكروبات موجودة في الجسم خلايا منعية معينة موجودة في الجسم وتقدر انها تحافظ على التكوين ده ويقدر انه يستفيد اقصى استفادة ممكنة من الاكل لان مثلا الميكروبات المسؤولة عن تكسير الالياف او انتاج الطاقة بتزيد كتير جدا بالمقارنة بالحيوانات اللي بتاكل كتير فبالتالي الاتجاه العالمي دلوقتي ان انا اصل للموضوع ده ان انا هل بقى اقدر اخد الحيوانات المنوية من الزكور الكويسة المتميزة دي والقح بيها ابتدت فيه فعلا شركة مثل شركة عالمية وحيدة هي اللي ابتدت في الموضوع تهتم بالموضوع ده وابتدت تطلع حيوانات منوية اقدر ان انا استوردها واخدها وتقدر ان هي تحسن من الكفاءة تقلل انتاج الاكل بالنسبة تصل لخمسين في المية دون التأثير على كمية وجودة الانتاج طب امتى الحاجات دي نبدأ تطبيقها عندنا الحاجات دي زي مقول لحيوانات ابتدت توصل للمستوى التجاري ابتدت توصل لحيوانات منوية اوسي من ممكن ان احنا نلقح بي احنا هنا في الظروف المصرية بنواجه تحديات كبيرة جدا على الرغم ان احنا ممكن يكون بنستورد نفس الحيوان من الناحية الوراثية لكن نوع الاكل دي نفسه بيش نفس النوع لان احنا الجودة عندنا نفسها بيش احسن حاجة الظروف الجوية احنا في الصيف دلوقتي احنا بنتكلم على درجات حرارة فانا محتاج الفصيلة اللي هتيجي او الانواع دي تتحمل درجة الحرارة بالزبط بالزبط وانا عندنا مشكلة ان العلم يعني ابتدى يقول ان انا مقدرش ااخد حيوان عالي الانتاج ومتحمل للحرارة فانا محتاج ان انا اشتغل كتير على النقطة دي خصوصا على الحيوانات المحلية يعني في حيوانات مثلا زي الجموس الجموس المصري ده موجود في مصر بس ومحبب ليه لان اللبن بتاعه عالي في الدهن مستساغ اكتر منتشر اكتر خلينا اقول لحضرتك ان اكتر من 90% من الصروة الحيوانية اصلا مش موجودة في المزارع الكبيرة او النظامية او التجارية موجودة عند اهلين المزارعين بالضبط بالضبط فلو انا قدرت ان انا اوصل سائل من يحسن من الصفات دي ويكون حيوانات متحملة الحرارة هتبقى مكسب لكل الجهات هتبقى مكسب للدولة ومكسب للمزارع نفسه انه هو يقدر ياخد انتاج اعلى المياثونين صحي كده مياثونين اه مش هنتقل تاني عشان مغلطش العنصر ده الحمض الاميني ده بزرط ده بقى هدخله في الاكل هل انا بصنعه تخليقيا جوه المعامل والمركز البحسية ولا انه في انواع معينة من الغذاء ان تم تقدمها او خلطتها مع بعضها تؤدي الى انتاج هذا الحمض الاميني الاتنين بس خلينا اقول حضرتك ان هندخل في الجدال هو انهل احسن الحاجات اللي جاء من مواد طبعية احسن ولا اللي جاء من مواد مصنع احسن الحاجات اللي جاء من مواد طبعية كويسة بس مشكلتها ان انا انا محتاج اوصل تركيز عالي في وقت قصير ده ما بيتوفرش او لانا محتاج ازود كمية الاكل اوى عشان اوصل للتركيز وبالتالي اقتصاديا انا كده ابقى خرجت برا المعادل بالزبط وخلينا اقول حضرتك يمكن بما ان انا شوية ما يليل للمدرسة الامريكية المدرسة الامريكية في تغذية الحيوان بتعتمد على الوجه الاقتصادية او الكفاءة الاقتصادية انا ممكن اكون بزود التكلفة بتاعتي جنيه بس باخد عشرة جنيه مقابلها صحة وانتاج وكفاءة تناسولية وخلفات او جاية من الحيوانات وممكن انا اوفر الجنيه ده وماخدش حاجة خلص فهو ده والفكر الجديد اللي احنا بنحاول حتى ننقله للمزارع هنا ان لازم حضرتك قبل ما تشوف تكلفة الاكل نفسه اللي بتأكل الحيوان وعاوز توفر فيه هتشوف هو ده احسن جودة قدامي الحيوان ولا لا الحيوان ده ما هو الا مصنع لو انا قدرت ادخل المواد الخام الكويسة هاخد الانتاج المتوقع واحدة انتاجية بالضبط بالضبط نعملو كمصنع بصدل لو انا وفرت في المواد الخام هو الحيوان مش شعر في جيب فبالتالي هو كمان هيأثر معايا في الانتاج فبالتالي محتاجين شوية نغير وجهة النظر دي ونشتغلها بنحية اقتصادية أبطل شوية في امريكا في جامعة الونوي في امريكا دي جامعة افضل جامعة من تغذية الحيوان عامة جامعة جامعة قوي طيب هنا بقى يبقى برضو عندي سؤال لما سفرت انت سفرت عن طريق الكلية ولا سفرت الوحدة عن طريق مركز عن طريق مركز نظر يعني احنا في عندنا تعاون مع جامعة الونوي علشان الدراسات العليا ماجستير او دكتوراه او ما ايلا زي احنا احنا برنامج في برنامج اسمه برنامج البتعاس او مرنامج البعثات تبع وزارة التعليم العالي انتهو على الهو بالضبط دي ممكن الماجستير دي الماجستير بزرط من جامعة القاهرة من جامعة القاهرة وكنا بنشتغل برضو على حاجة زي ان انا قادر احسن جودة للفراخ التسمين يعني حضرتك باكاليريوس زراعة جامعة القاهرة ماجستير تغذية دواج جامعة القاهرة وبعدين رحت البعثة بتاعتك عن طريق المركز الى إلينوي الحقيقة ما بين الماجستير والدكتوراه انا عادت شوية في أوروبا فسفرت ألمانيا اتعلمت يعني كان المشكلة المشكلة اللي بتقابل تغذية الحيوان زي ما اقول لحداك احنا كنا مرتبطين شوية بالتغذية كلاسيكية تعجب بأكال ايه؟ هقول لك اتفضل علشان كلنا عندنا عقدة الخواجة فانا فرحان انه اصلا كنت لسه برضو بكلم من يومين دكتور حاتم زغلول اللي اخترع الواي فاي هو دكتور ماشيل فتوش مصريين هندست القاهرة نظبط وكنت بأكد هندست القاهرة يا دكتور قال لي ايوة بالمناسبة يعني وانا يمكن بتجربة شخصية وذاتية وحتى مع المعارف والاصدقاء وزملاء ورفاق وحاجات زي كده انا شفت كل المواصلين اللي انا عرفهم على الاقل يروح اوروبا يروح امريكا من هنا يطلع الاول مصبوط فيقولي اصلا انت عندك شوفينيزم قال لهم يا جماعة ما هو بيطلع الاول هو انا اللي طلعته يعني هو ده في قرارة نفسي ولا ده الواقع فبلاقيكو راجعين ما شاء الله وبعدين نلاقي العالم فرحان بيكو جدا مزبوط مزبوط هي سيستم هو نظام بيتوفى وبعاكل امكانيات المصريبية ربنا بيكرمنا وبنحاول ان احنا نضلعها في الوقت ده في تنسيق ما بين المركز وما بين الجامعة وانه يبقى فيه برنامج للبعثات دي حاجة حلوة تؤدي الى تطوير بعدين دايما هنعب نذكر ان احنا فيه عندنا واحد من اهم علماء الجنوم في العالم الدكتور احمد مستجير الله يرحمه زراعة القاهرة زراعة القاهرة الله يرحمه كمل يا باشا كمل فانا سفرت الماني يمكن انا شوية زي ما قلت حاليا كنت مرتبط شوية بالتغذية الكلاسيكية لكن ابتدى من القريات ساعتها في المجستير تتغير بتتغير التجاه تغذية الانسان متقدمة جدا يمكن احنا شوية وراها بحكم التمويل الانسان اهم بحكم ان هو الانسان بالظبط هو الانسان بالظبط فهل كانت فكرة هل احنا ممكن ناخد افكار من تغذية الانسان او من تقدم الرهيب في تغذية الانسان دي وننقلها للحيوان وعشان كده كنت مصرر ان انا بعد المجستير ان انا اروح اقوى المعاهد البحثية في اوروبا في تغذية الانسان وعلشان كده دخلت مثلا عادت مثلا ستو شهور في ألمانيا في جامعة التقنية في ميونيخ في وحدة التغذية الجزائية ان احنا ازاي بنشوف ان احنا كلنا نتكلم عليه بقى ان التغذية ممكن تعدى الدور بتاعها انها مش بس تأدي العناصر او توفر عناصر الجزائية لكن كمان تشتغل على المناع والصح على سبيل المثال في الوضع الكورونا اللي احنا فيه ده بيقول لحضرك عشان تحمي نفسك بيقول لحاك خد زنك ما بيقولش بحاك خد دواء الزنك ده عنصر جزائي على فكرة بيش دواء خاطئ بيش تركيبة بس انا لو قدرت اقوي جهاز المناع عن طريق التغذية او ما يعرف حديثا بالنيوتريشنال امينولوجي او التغذية المناعية ودي انا عوز اقول لحاك ان اكتر كل الامراض العصرية اللي احنا بنعاني منها في الاخر بترجع للمشاكل المناعية فاحنا لو قدرنا ان احنا التغذية دي احنا حضر بتتكلم على اكتر كمية عناصر كيموية بتدخل الجسم اللي انا محتاجها هحسن من حياة الانسان هقلل من المرض وهزود كمان من الانتاج بص الحلقة خلصة بس انا كمان هاخد تليفونك مش قولك بقى في حلقات جاية لانه حلقات مع علماء اكيد ما بتبقاش كتيرة ولانه وقتك مش فضلنا وقتك فضي للأبحاث وانا الحقيقة اقدر ده جدا مش بس اتفاهمه مين انا عشان اتفاهمه انا اقدر ده جدا حقيقي بس انا هسئدك وانا احنا ماشيين هاخد تليفونك عشان نفضل دايما على اقتصال انا دايما خدت نصيحة من ابوي الله يرحمه انك تصادق العلماء لانه ده يوسع مدركك حتى لو بتشغل في شغلنا بعيدة عن العلم دكتور انا بشكرك جدا 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 على وقتك ددتهلنا النهاردة واشكرك على هذه الابحاث الرائعة واتمنى ان الابحاث دي تبقى قيد التطبيق القريب السريع جوه مصر ويبقى فيه عندنا الامكانيات الكافية ان احنا نقدر ننتج الحمضة الامينية اللي انا مش عارف انته اسمه كتير وانه يبقى ده جزء من عملية التغذية في اعلافنا المصرية باذن الله انا مشكرك جدا دكتور احمد انا شرفت باللقاء ده ومقصود جدا واتمنى تكون ان كان فيه معلومات جديدة جديدة جدا بالنسبة لي كتير يعني افدتني وافدت الكل مما لا شك فيه كل الشكر لك دكتور احمد نشكر جدا دكتور احمد العليمي العالم والباحث المصري بالمركز القومي للبحوث نصحتي للاولاد ولأولياء الامور علشان احنا عندنا سنوية عامة جزء من الحاجات اللي طول عمرها لفتة نظري بانه هو زي كلية الزراعة ما بتاخدش مجموعة زي كلية الطب يعني خلي عبدالوهاب اللي رباني زراعة زراعة القاهرة برضو صحي خلو كنت زراعة القاهرة ولا ايه ولا انا بقفت بسوي كان زراعة خلو مهم يعني فكنت دايما استغرب جدا نزال كلية دي اللي بتطلع العقول النابهة دي يوصل بها الحال في التنسيق للطريقة دي فانا انصحك بالمناسبة انت عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وانت وليه الامر عودوا مع عيالك وعودوا مع نفسك كليتين مهمين جدا وعلى الصعيد بتاع الفلوس يمكن مش دلوقتي حالا زراعوا بطري اشتري مني اشتري مني انت مش متخايا اولا هم كليتين مهمين جدا ودي النصيحة لنا بقى بقدمها برضو لزارة التعليم العالية لازم دول تحطوا في التنسيق فوق اندوضة طبيعي دي بتخرج علماء ده مبدئيا يعني زراعة بالتحديد الكليتين دول مصر بتشتغل على انه يبقى فيه عندنا سروة حيوانية وداجينية رفيعة المستوى في يومين الايام نتمنى انه يكون قريب جدا ان شاء الله يعني وعليه ولادكو لما يخشوا زراعة وطبعا لقعة زراعية بس ويخشوا كلية الطب البطري العالي هتبقى ضمنا شغل اشتري مني خلصت الفقرة بتاعتنا كل شكر مرة تانية لدكتور رحمد العليمي هنروحنا الفصل بعد الفصل ناقدنا وكاتبنا الكبير وسستر الشناوي يبقى ضيف عزيز حالا ينورنا داخل الستونية اشتركوا في القناة